السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الاعزاء في المادة علم المواد واحد مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والان سنتحدث عن الفصل الخامس المسمى بالدفوجن ودفوجن يعني انتشار في الجزء الاول من الفصل الخامس هنتكلم على الوصف العام للشابتر اول حاجة هنتكلم على المقدمة انا ليه بدرس الشابتر بعد كده بعرف الدفوجن بعد كده بعرف انواع الدفوجن بعد كده بتكلم عن الشروط التي يجب ان تتوافر لكي يحدث الدفوجن بعد كده بتكلم عن الاعليات التي يتم بيها الدفوجن او الاندشار بعد كده بتكلم عن القوانين التي تحكم عملية الدفوجن بعد كده بتكلم على دفوجن and material processing ايه علاقة الدفوجن ببعض طرق تصنيع الماتيريال بعد كده باتكلم على الابليكيشن بتاعتي ديفيوجن في الصناعة